السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكاتشاف في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة وكمان هيطلع معايا كي تحفة جدا وهنعمل كمية كويسة جدا بدون اي تكلفة تبع بقى معايا الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبك وتستفدي منه متنسيش كمان لايك للفيديو واستخدمت كده كيلو من التماطم الاول طبعا غسلتها كويس جدا وقطعتها كده لنصين او اربعة اربع بعدين ضفتها في حلة وضفت عليها حوالي ربع كباية من الميا او معلقتين كده بس من الميا هحطها بقى كده على النار هغطيها هسيبها الاول تغلي وبعدين ههدي النار هنلاقيها نزلت كده ميتها واستوت زي ما شايفين بالشكل ده في الوقت ده كده على طول بنقفل عليها النار بنسيبها طبعا تهدى الاول وبعدين بندربها في الخلاط هنزل كده كل كمية التماطم طبعا لو حابة تقليل الكمية تعملي نص كيلو زي ما تحبي بس والله من جماله هتحبي الضعف الكمية لانه بجد حلو جدا ضربت كده التماطم في الخلاط هبدأ بقى كده اجيب مصفة هصفي بقى التماطم كويس جدا لازم كده نعمل الخطوة دي عشان يطلع معنا كده الكاتشاب ناعم وزي الجاهز كده بالزبط تفضيت كده كل الكمية من الخلاط هبدأ بقى كده اصفيها واستخدمت كده المعلقة هتسهل بقى كده علينا كتير وصفيت بقى كده كل الكمية هتخلص بقى كده من الزيادات دي كده عندي السلسة بقيت كويسة جدا او الكاتشاب بقى كده مزبوط معنا وهبدأ بقى اخده وهرجعه تاني في نفس الحلة اللي انا غليت فيها كده التماطم في الاول وبعدين بقى هبدأ كده اضيف له الإضافات اللي طبعا هتحول معنا التماطم دي لكاتشاب تحفى جدا إضافات طبعا بسيطة قوي وهضيف نص كباية من السكر دفت عليها نص كباية من الخل نص معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود نص معلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة من البابريكا هيديها لون حلو او هتدي للسلسة لون حلو معنا لو التماطم طبعا معاكي مش حمرة البابريكا هتزبط لونها وهتخليها تحفى رفعت الحلة تاني على النار في الوقت ده بقى هبدأ اجيب كده نص كباية من الميا دفت عليهم معلقتين كبار من النشا انا مستخدمة هنا معلقة صغيرة عشان كده حطيت اربعة يبقى نص كباية الميا عليهم معلقتين كبار من النشا ودوبتهم كويس جدا في الميا اول ملاقي معايا الصلصة او الكاتشاب بدأ كده يتسبك في الوقت ده هنزل على طول كده بالنشا مع التقليب طبعا في الوقت ده كويس جدا او بسرعة كده عشان طبعا النشا ما تتكتلش معنا ويادوب كده يغلي غلوة معانا اول كده نتأكد ان النشا استوى معانا في الوقت ده خلاص بيقفل كده عليه النار زي ما شايفين كده قوامه مزبوط طبعا هو لسه سخن كمان لما بيبرى طبعا بيتقل اكتر ده كده قوامه بجد تحفة كمان لو عاملة كمية من الكاتشاب وخايفة كده انها تبوز او هتقعد عندك كتير بتزودلها كده ربع معلقة صغيرة من ملح اللمون ده كده هيبقى المادة الحافظة بتاعته وهيفضل معاكي وقته اكتر حطيته كده في علبة زي ما شايفين بجد طعم وقوام ولون تحفة كمان ريحته حلوة قوي زي الجاهز بالزبط مش هتفرقيه خالص عنه وبالعكس كمان احلى بجد بكتير وانضف طبعا وصحي بكتير عن الجاهز هبدأ بقى كده احط منه كده في بولة صغيرة كده عشان طبعا البنين اللي احنا عاملينه ده كده قوامه طبعا هو كمان كان لسه سخن شوية بدأ يتقل زي ما شايفين كده كل ما هيبرد معاكي زي ما شايفين كده ماشاء الله الكاتشب تحفة والفراخ تحفة بجد ومقارمشة كده من بره وكريسبي بجد مش هتبطلوا تعملوها انصحكم تجربوها بنفس الطريقة سهلة وبسيطة والطعم بكاد تحفة ماشاء الله بجد مش هتقدروا تقوموا كده من حلوتها ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم اشعار باي فيديو جديد السنوني فيديوهات جديدة ان شاء الله اصيبكم في رعاية الله سلام عليكم